اشتركوا في القناة عدم نية صادقة تتوافق ونيتنا كطالبين للتفسير حتى نحصن الانتخابات تحصين ويبقى مجلس الامة لفصل تشريح كامل اربع سنوات امام هذه الالعيب وما يصل الى مسامعنا وما نعلمه يقينا ويدور كان لابد من مفاجأة الحكومة بان نتحمل كشعب الكويتي مرشحين وناخبين عبث من يحاول ان يعبث ونأمل ان تكون السلطة التنفيذية الحكومة قد تعلمت من الدرس وتتلافى كل السلبيات الماضية وان شاء الله ما تكون في سلبيات قادمة في الانتخابات التي يجب ان تجرى في رمضان وخلال الستين يوم وبالتالي يمضي المجلس لاطول مدة ممكنة ويمكن ان يأتي الابطال تحت اي مبرر لان ثقافة الابطال اصبحت الان في اذهان اهل الكويت قد يكون ذلك من باب التطور الديمقراطي الطبيعي يجب علينا ان ننأى باية انتخابات قادمة ونحصنها من اية شوائب قد تبطلها مستقبلا ولهذا استخدمنا حقنا وفاجأنا الجميع بسحب طلب التفسير للاعتبارات اللي ذكرناها